نظم فرع نقابة المهندسين بمحافظة سهاج ندوة تحت عنوان اهمية التحكيم لفض منازعات التشييد والبناء واهمية اللجوء الى التحكيم في عقود المقاولات باعتباره الحل الاسرع للوصول الى حكم فاصل في حال حدوث نزاع بين اطراف العقد تفاصيل اوفا في تقرير الزميل عبدالفتاح الدقيش ضمن الانشطة المتنوعة التي تنفذها نقابة المهندسين بمحافظة سهاج اقيمت فعالية الندوة التسقفية تحت عنوان التحكيم واهميته لفض منازعات التشييد والبناء والتي حاضر فيها المستشار الدكتور ميشيل نصر حكيم سيد قضايا الدولة والمهندس ابو الحسن نصار رئيس المهندس الاستشار للخبراء العقادين والمحاكين الدوليين وحضور المهندس هبة عبدالحميد وكيل وزارة الاسكان والمهندس علي عبدالساتر الامين العام لنقابة المهندسين بسهاج والمهندسة رقية الهلالي عضو مجلس النواب وكتور ممتازة للأستاذ بقليات الهندسة سرد المهندس عبدالحميد وآحمق للتدريب بالنقابة دكتور ميشيل نصر حكيم نائب رئيس هاي القضايا الدولة والدكتورة في التحكيم التباري الدولي النهاردة كنا موجودين في ندوة بنقابة المهندسين بسهاج كانت بتتكلم عن أهمية التحكيم في عقود ومنازعات البناء والتشهيد لا جدال في أن التحكيم أصبح واقع لا أحد يستطيع أن ينكره إطلاقا والدولة في الفترة الأخيرة اهتمت جدا بمجال التحكيم لأنه أصبح واقع موجود في كل منازعات الاستثمار والدولة طرف في كثيرا من التحكيمات والدولة بتهتم وتراعي التحكيم بطريقة رائعة جدا وشكلت الهيئة العليا للتحكيم وإبداء الرأي ومراعاة التحكيمات الدولية بتعرض على هذه الهيئة العليا لإبداء الرأي لإبداء الرأي فيها من هذا المنطلق ومن هذا المنظور نحن نهتم بنشر الثقافة التحكيمية على مستوى الجمهورية مصر العربية وقلنا نبدأ بنقابة المهندسين وجمعية المهندسين وبدأنا بنقابة المهندسين بسهاج لنشر الثقافة التحكيمية بين أوساط المهندسين لأنها تعتبر مهمة جدا ومطلوبة جدا النهاردة أول مرة يمكن في خلال الفترة الأخيرة أننا نستضيف مؤتمر خاص بفضل المنازعات الهندسية والغير هندسية وده كان من ضمن طلبات بعض أستاذ المهندسين كتير جدا كانوا أنهم يتطلعوا على مواضيع فضل المنازعات وكيفية اللجوء إليها والمنظومة بتاعتها شكلها إيه بالزبط فإحنا بعملنا تواصلنا مع المهندس أبو الحسن نصار وده من السجزة الكبار جدا في مصر في موضوع فضل المنازعات وكمان شرفنا الدكتور المستشار ميشيل نصر وده محكم دولي من المحكمين الدوليين المعروفين وهم شرفون النهاردة في سهاج وإحنا بنشكرهم على لساني طبعا ونيبة عن مجلس إدارة نقابة سهاج بنشكر المهندس أبو الحسن نصار والدكتور ميشيل على حضورهم وبأمانة يعني الحمد لله يعني لقينا في إقبال من السادة المهندسين النهاردة في الندوة لسماع الإخوة المحاضرين والحمد لله نطبع كويس جدا ويعني أنا شايف قامات كبيرة جدا من مهندسين سهاج موجودة في الندوة ووكيل وزارة الإسكان ومهندسين من الخبرة ومهندسين قطاع خاص ومهندسين من الرأي من كل أطياف المهندسين موجودين وفيه كمان ناس من شرفان النهاردة مش من قطاع الهندسة أساسا من قطاعات أخرى اللي تتعرف على الندوة والمحكمين الموجودين ويستفادوا من العرض الشيق اللي كان موجود ويعرضوا أسئلتهم إذا كان في أسئلة للسادة المحاضرين ويتم الإجابة عنها مهندسة هيبة محمد عبد الحميد ووكيل وزارة الإسكان بمحافظ السهاج طبعا نحن تشرفنا النهاردة بحضور ندوة تسقفية عن المحاكمة في القضايا اللي هي ما بين الدولة ما بين القطاع الخاص طبعا دي فايدة لنا احنا كمدرية إسكان نستفيد بها جدا في حضور قامات كبيرة بممثلة لكلية الهندسة وممثلة بش مهندسة رقية نائبة الباللمان عن لجنة الإسكان ونقيب المهندسين وستادة النقاباء وستادة المهندسين في محافظة السهاج طبعا استفادة من الندوة دي احنا كمدرية إسكان على طول بنعمل تعقدات مع جهات القطاع الخاص سواء مقاونين قطاع خاص واحنا كجاة حكومية فطبعا لو احنا نفذنا ان هي التحكيم في القضايا اللي ما بيني وبين القطاع الخاص طبعا انا هتفدني دي في ان انا هكتسب بدل ما القضايا بتاخد وقت كبير ما بيني وما بينه للفض فيها عن طريق لجنة فضل المنزعات اللي بتاخد فضل طويلة فاحنا لو فيه اتجاه بصراحة نحن نحط لشرط التحكيم في العقود اللي ما بيننا وبين القطاع الخاص طبعا يبقى حاجة كويسة جدا لان هو الشرط التحكيم اول ما بيتم الحكم فيه عن طريق وزارة العدل والجنة التحكيم اللي في وزارة العدل فدي طبعا تبقى حاجة سريعة وحاجة منجزة جدا لنا احنا كمال كمال عام يعني ومال دولة طبعا 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 بالضبط بدل ما انا باخد سنين طويلة والمشاريع بتوقفها للسنين دي كلها ما فيش سفات منها للدولة فبيعتبر اهضار مال عام الفترة دي كلها طبعا انا لما اعمل التحكيم او اتجي للتحكيم انا بسرعة بيفضل المنازعة بتاعت في وقت قصيرة جدا وبالتالي انا بستفيد لان المشروع ما بيطعطلش كمودرية اسكان يعني او كاي جهة حكمية بتتعاقط بشمهندسة على صلاح عضو مهندس مشروعات بوحدة البنك الدولي عضو مجلس الدراء بنخابة المهندسين سوهاك تشرفت النهاردة بنخابة المهندسين باستضافة بعض من المحاضرين تحت رعاية البشمهندس حسام الزغاوي نقيب المهندسين وبحضر المهندس علي عبد الساتر الأمين العام حضرنا النهاردة سيادة المستشار ميشيل نصر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وسيادة المهندس الاستشاري مهندس أبو الحسن نصار استشاري ومحكم دولي وكان في ضيافتنا أيضا النائبة رقية الهلالي النهاردة كانت المحاضرة بتتكلم عن العقود بصفة عامة في التشريد والبناء العقد سواء ما بين المقاول الرئيس والمقاول البطن أو ما بين المقاول والمالك التحكيم فيما يختصر فيه معنى هو أنه بحكم ما بين خلاف الخلاف ده طبعا عقد بيكون ما بين اتنين لا خالص لا يختص بالأمور الداخلية أو الشخصية بيبقى ما بين عقدين يعني الأمور الزوجية لا يطلع فيها التحكيم زي أنا بيني وبين مهندس أنا كمقاول بينه وبين مهندس أو شركة نفسي لها مشروع جيت على بند البند ده زاد أو قل أنا بقبوله إنه يعمله أو يرفضه أو إن أنا ادهوله بسعر وهو أكبرته إنه يعمله بي أو اديته بسعر هو مش راضي بي فهو قال لي لا مش هنفزه كان البند أساسي عندي وزادت كميته مثلا فهو بيرجأ النحية ده في التحكيم التحكيم ده بيبقى موجود في العقد بند أساسي أنا الجهة المحكمة اللي هرجع لها إيه عندي الجامعة جامعة القاهرة التحكيم الدولي الأفريقي أو جهة خارجية بتحكم ما بيننا أنا حسب البند اللي بتوجهك للتحكيم التحكيم بقى هو اللي بيفصل ما بين اللي اتنين ما له وما عليه ده مختصر كانت الندوة النهاردة في فض النزاع والتحكيم في عقود التشييد والبناء الندوة أكدت على أهمية اللي جوء إلى التحكيم في عقود المقاولات حيث يعتبر الحل الأسرع للوصول إلى حكم فاصل في حالة وقوع نزاع بين أطراف العقد ولما يتميز به التحكيم من مرونة بجانب السرعة والسرية وتوفر الخبرة في إصدار الرأي والحكم لإنهاء أي نزاع بين الأطراف حول تنفيذ بنود التعاقد حضر الندوة عدد كبير من المهندسين بمختلف المدريات والهيئات ومن المهتمين بالتحكيم لتسوية النزاعات بين أطراف التعاقد في أعمال التشييد والبناء من داخل نقابة المهندسين كنت معكم عبد الفتاح الدقيشي لقناة بيبا ترجمة نانسي قنقر